هذا الطفل البرونزي الصغير يعود تصميمه إلى القرن الخامس عشر وهو مستمر في التبول في بحرة صغيرة وسط بروكسل في بلجيكا منذ خمسين عاما والناس فريحة به وتأخذ الصور معه دائما يعتبر من معالم المدينة لكن هناك الكثير من الرجال يودون تقليده دائما فيختارون حائطا أو حائطين يشكلان معا زاوية كهذه لقضاء حاجتهم البيولوجية وهي التبول هذا الفعل مجرم قانونيا في بريطانيا ويعاقب فاعله بهذه الغرامة أربعين باونت بلاس فايف خمس باونتات رسوم ويحال ملفك إلى المحكمة فتصبح صاحب سجل عذلي وهذا له تأثير مستقبلي ربما على إقامتك على الجنسية وعلى تقدمك للأعمال هذا إذا أمسك الشرطي بك ولكن كيف له أن لا يمسك بك وكل الكاميرات في كل لندن وكل الأماكن طبعا تصور فعلتك هذه وتنشرها في اليوم الثاني على يوتيوب مع ذلك فالشرطة في باريس مثلا غرمت خمسة آلاف وثلاثمائة باريسي كل واحد غرمتهم بثمانية وستين يورو وحصلت منهم في سنة 2017 العام الماضي على ثلاثمائة وستين ألف يورو حلوين في المغرب التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين اقترح تغيير العقوبة بالنسبة لمن يرمي الزبالة أو يتغوط في الأماكن العامة التي لم تعد لذلك أو يتبول فيها وأن تكون العقوبة من جنس العمل كيف هي ترى؟ الفاعل سيجبر على تنظيف بوله وفعلته لمدة شهرين متتابعين وأيضا هذا يمكن حتى تنظف وها هي تلمع هذا أمام العامة ويمكن إحالة ملفه أيضا إلى الجنايات أو إلى النيابة العامة جمال الروداني علق قائلا دبروا لينا بعد مراحيط عمومية ديك الساعة حكموا علينا باش ما بغيتو هناك المهزلة يسمي نفسه والمسؤولون أصبحوا يتكلمون عن القوانين مثل الصبية يفكرون في قانون من يتبول في الشارع العام ولا يفكرون في مشاريع من أجل بناء مرافقة لهذا الغرض هشام يقول فعلا شيء مثير المتبول ينظف الأزقة شهرين وأنتم الذين سرقتم الحولها وما للشعب بماذا يجب أن نحكم عليكم بينما عبد الله يقول المقترح ليس بالمثير بل يمكن أن يكون تفعيله ذا جدوى خاصة وأن العديد من الناس يتخذون من كل ركن وجانب وحائط ومكان للتبول أو التغوض إذن لا بد من سن قانون زاجر ينضم لي من الرباط محمد اليعقوبي مدير فريق التجمع الوطني للأحرار في مجلس المستشارين وهو الفريق الذي اقترح هذه العقوبة في مجلس المستشاري مرحبا بك سيدي لماذا أنقل لك سؤال الناس والمغاربة لماذا لم تقترح قبل اقتراح العقوبة على الحكومة مثلا أن تنشئ مراحيض عامة في الأماكن العامة والشوارع نعم سيدي أولا أشكركم على هذه الاستضافة وأشكر قناة البي بي سي على هذا الاهتمام بمقترحنا الأكيد أن هذا المقترح جاء ليعزز المبادرة التشريعية لفريقنا داخل مجلس المستشارين وهو ما يعزز كذلك القوة الاقتراحية للبرلمان في مجال التشريع نحن منفتحون على القضايا التي تهم العام ونتفاعل مع المجتمع بشكل إيجابي مقوم سيدي لكن سؤالي سألتك إقرار مراحل عمومية هذا ضمن اهتمامنا كذلك والأمر هنا لا يتعلق بقضاء الحوائج البيولوجية للناس ولكن في جميع المخالفات ذات الطبيعة أو التي تكون من جلس العمل المقتضى لأنه اليوم التوجه ديال الدولة في إطار الإصلاحات الكبرى التي سنتها تتوجه إلى تغيير نظامنا العقابي وهذا أمر محمود منصوص عليه اليوم وزير العدل يقدم اليوم مدونات القانون الجنائي وهي للنقاش داخل البرلمان لكن المشكلة أن العقاب من جنس العمل هذا مبدأ قانوني قديم جدا ولا أحد بدأ يعمل به حتى أكثر البلدان حضارة في العالم وتقدما وتطورا يفرضون الغرامة على فاعل مثل هذا ولا يقولون أنت تنظف الشارع هناك أشخاص مختصين هناك بلديات هناك عمال نظافة لكن لماذا هو هذا الشخص لإذلاله مثلا أمام العامة؟ يا سيدي نحن نتفاعل مع المجتمع هناك مواطنين من لهم الإمكانيات وهناك مواطنين من لا يتوفرون للإمكانيات أو يعيشون أوضاع صعبة وبالتالي هذا المقترح ترحناه للنقاش العمومي داخل المؤسسة البرلمانية يمكن أن تكون هناك فيه اقتراحة أخرى يمكن أن تكون فيه تعديلات أخرى ولكن هدفنا الأساسي منه هو خلق نقاش داخل الغرفة البرلمانية يعزز القوة الاقتراحية لفريقنا داخل المجلس الموقع إذن من أجل النقاش فقط وليس من أجل الإقرار بأن تدافعوا عن مقترحكم لها مسترى ينظمها النظام الداخلي وبالتالي نحن الغرض منه هو إقرار هذا الشريع والحفاظ عليه لأنه سيعزز المبادرات الإصلاحية الكبرى والتوجه العام الذي تمضي فيه بلادنا بكل ثقة وفق التوجهات الكبرى التي أرساها جلالة الملك من أجل الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة وماذا تقول بأنه أنفع الذين يقولون لك مثلا أو ليقولون لمجموعاتكم بأنه أنفع للحكومة وأنفع للمجتمع أن تفرض غرامة فقط وأن يستفاد من هذه الغرامة في بناء هذه المرافق أو تنظيف الشوارع أو تحسين الخدمات كنت ذكرت في تقريري أن 360 ألف يورو كانت قد غرمت من يفعلون هذه الأفعال في باريس وهو ما تضمنه مقترح هنا في المادة الثانية كذلك لأنه أسر على أنه هناك تنوع يمكن أن تكون غرامة يمكن أن تكون من جيس العمل إذن هناك الخيار وبالتالي هذا المقترح لا يمكن تبنيه إلا بتوافق مع الحكومة وهذا هو مضمون النظام الداخلي وما منصص عليه في النظام الداخلي والدستور كل شكر لك من الرباط محمد العقوب مدير فريقة جمع الوطني للأحرار في مجلس المستشاري